ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى المعجم والدلالة في صفحة 78 السؤال الأول هو عبارة عن معاني يجب عليك عزيز الطالب أن تحفظها جيدا السؤال الثاني فرق في المعنى بين كل كلمتين متقابلتين تحتهما خط فيما يأتي وفرق في المعنى كما تعلمون أعزائي الطلبة هو عبارة عن مشترك لفظي والمشترك اللفظي هو اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى ألف سأحمل روحي على راحتي راحتي معناها باطن الكف أجد راحتي في مساعدة الآخرين راحتي هنا معناها السكون وعدم التعب با بقلبي سأرمي وجوه العداتي وجوه مفردها وجه وهو جزء من جسم الإنسان حل وجوه القوم النزاع وجوه معناها كبار السؤال الثالث حدد الكلمات المتقابلة المتضادة في البيت الثاني فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى حياة ضدها ممات تسر ضدها يغيظ الصديق ضدها العدى أي الأعداء السؤال الرابع هات مفرد كل من الكلمتين الآتياتين المناية مفردها منية المنا مفردها منية السؤال الخامس والأخير استخرج من المعجم معنا كل من الكلمات الآتية مصرعي مقتلي أو نهايتي السليب المأخوذ غصبا بخوة الحقود الكارح الذي يضمر العداوة للآخرين لضى مشتعلة الحسام السيف سننتقل الآن إلى الفهم والاستيعاب في صفحة 79 السؤال الأول في ضوء البيت الثاني كيف تكون الحياة سارة للصديق؟ الجواب أن يحيا حياة حرة شريفة السؤال الثاني ما الغايتان اللتان تصب إليهما نفس الشريف؟ الجواب ورود المناية أي الشهادة نيل المنا أي النصر السؤال الثالث ماذا قصد الشاعر بقوله حق السليب في البيت الخامس؟ الجواب هو وطنه المحتل فلسطين السؤال الرابع ما الطريق إلى تحرير فلسطين وحمايتها في نظر الشاعر؟ الجواب هو حماية الوطن بحد السيف السؤال الخامس يتحدث الشاعر في البيت الرابع عن العيش الكريم فما العيش الكريم؟ الجواب هو أن يكون الرجل ذو هيبة وحدود وطنه محمية السؤال السادس بما وصف الشاعر المحتل الصهيوني في البيت السابع وصفه بالكائد الحقود السؤال السابع والأخير أي بيت شعري يتضمن المعنى الآتي؟ سأدافع عن وطني حتى أحقق إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة الجواب هو في البيت الثالث ونفس الشريف لها غايتان ورود المناية المقصود فيها النصر ونيل المنا المقصود فيها الشهادة وهنا أعزائي الطلبة قد أنهينا درس القراءة أشكركم على حسن استماعكم وأتمنى لكم التوفيق ترجمة نانسي قنقر